في مؤسسة قطرية هي الداعم الأول للإرهاب بيطلع منها الفلوس لكل الإرهابيين الموجودين سواء في سوريا أو في مصر أو في تونس أو في أي مكان وهذه المنظمة اللي بتصرف على أيمن نور ده اللي اكتشفناه أنه منظمة قطر الخيرية اللي بيطلع منها الملايين من الدولارات شهريا لقناة الشرق القطرية اللي بيملكها أو بيرأسها أيمن نور ومشغل عنده مجموعة المرتزقة من الإخوان إياهم أنتوا عارفينهم يبقى مؤسسة قطر الخيرية هي الممول المباشر لقنوات الإخوان الموجودة في تركيا وفي لندن وهي اللي بتمول الجماعات الإرهابية في شمال أفريقيا بتمول الجماعات الإرهابية في منطقة القر الأفريقي بتمول منظمات ما يسمى بحقوق الإنسان داخل أوروبا يبقى ابحث عن مؤسسة قطر الخيرية اللي طلعت خلال وقت قصير واحد وستة من عشرة مليار لدعم الإرهاب واحد وستة من عشرة مليار ريال قطري يا قطريين يا قطريين فولوسكو واحد وستة من عشرة مليار ريال رايحين لدعم الإرهاب ده عن طريق مؤسسة قطر الخيرية اللي مقررت دوحة اللي هي بتسمى عملة منصة أريب منصة تفاعلية لجمع التبرعات والتي بلغت عام 2018 مليار وستة من عشرة ألف ريال قطري تسعى منظمة لافتتاح خمسة مكاتب فرعية جديدة لها في عدة دول اللي يصل على أفروها أربعة وثلاثين فرع على مستوى العالم المؤسسة بتعتبر نفسها مؤسسة غير ربحية مش عايزين فلوس يعني لكن أنشطتها في أربع دول في أربعة وثلاثين دولة احنا أدرجناها احنا والسعودية والإمارات والبحرين كزراع إرهابي ومن ضمن الكنيات الإرهابية حكومة إخليم كوسوفو مؤخرا أغلاقت مكتبها في أراضيها نظر لما كانت تقوم به ضد الأمن داخل كوسوفو وكانت بتشغل حساب حزب العدالة والتنمية وقامت أيضا هذه المنظمة بتمويل عملية إجلاء لبعض المدرسين التابعين لمنظمة فتحالة جولن في الأراضي الاغسلافية السابقة ترجمة نانسي قنقر